تبريرات إيران المتتالية لاحتجاز النقلة البريطانية واتخاذها من الأسباب التقنية والأمنية أعذاراً لاحتجازها الناقلة يبدو أنه لم يعد يجدي نفعاً بعد إشعالها فتيل التوتر الأشد في المنطقة فردود الفعل الدولية تتوالى ضد إيران إذ أدانت ألمانيا الاحتجاز الذي وصفته بغير المبرر معتبرةً إياه خطوةً تفاقم الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة مؤكدةً أن أي تصعيد آخر سيكون خطيراً للغاية وسيقود كل الجهود القائمة لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الحالية فرنسا التي أعلنت تضامنها الكاملة مع بريطانيا قالت خارجيتها في بيان إن التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية تضر بجهود وقف التصعيد في المنطقة داعيةً تهران إلى الإفراج في أسرع وقت ممكن عن الناقلة وطاقمها واحترام مبادئ حرية الملاحة في الخليج أما الفلبين فطالبت إيران بالإفراج عن أحد مواطنيها وهو من أفراد طاقم الناقلة البريطانية مشيرة إلى أن السفير الفلبيني لدى إيران يجري اتصالات مع السلطات الإيرانية للتأكيد على أن البحار الفلبيني بأمان وسيتم إطلاق سراحه قريباً فيما طالبت البحرين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها مدينة وبشدة احتجازاً ناقلة وطالبت عبر بيان لخارجيتها إيران بالكف عن هذه التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة وغير المسؤولة